من ردود الأفعال أيضا اللي حصلت أو من التصريحات المهمة اللي حصلت النهاردة هو بيان أصدره المرشح الرئاسي أحمد التنطاوي في مصر تعليقا على عملية طفان الأقصى أحمد التنطاوي بيقول أعرب عن تأييد الجازم للشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة البيان الحقيقة بيان هام نشره عبر حسابه على الفيسبوك قال كمان فلسطين شعب حي وقضية لن تموت وطالب الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم الواجب للشعب الفلسطيني ودعا أحمد التنطاوي المجتمع الدولي والأحرار في كل أنحاء العالم أن ينحازوا للحقيقة والحق في فلسطين يبقى ده كان جزء من بيان أحمد التنطاوي المرشح الرئاسي في مصر تعليقا على عملية طفان الأقصى الحقيقة البيان بتاعه كان عمل تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدر عن سياسي مصري في عشر سنوات ماضية بيان كهذا عن الأوضاع في فلسطين أعتقد منذ بيان أو خطاب الرئيس محمد مرسي في أثناء العدوان على غزة في 2012 لم يتحدث مسؤول مصري عن فلسطين أو بلاش أقول سياسي مصري لم يتحدث عن القضية الفلسطينية بهذه النبرة وبهذه الطريقة منذ أن قال الرئيس الراحل محمد مرسي لن نترك غزة وحدها البيان بالنسبة لي بيان مهم لأنه بيعبر عن الهوى المصري يعني أحمد التنطاوي بيفكرني بأيام حرب الفرقان أيام حرب 2012 آسف لما المعابر فتحت معبر رفح فتح وعبر أكثر من ربعمائة أو خمسمائة شاب وفتاة مصرية وذهبوا إلى أمام مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهتفوا لهتاف الشهير يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك دين فالبيان اللي احنا بنقراد الوقتي بيان مهم أنه يصدر عن مرشح رئاسة سواء اتفقنا أو اختلفنا أن في انتخابات رئاسية أو لا هتحصل ولا مش هتحصل لكن الحقيقة النبرة دي اللي حضرتك شايفها قدامك بيعرب عن تأييده الجازم للشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة ده كلام لم يصدر عن أي سياسي مصري في العشر سنين اللي فاته فلسطين شعب حي وقضية لن تموت وطالب الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم الواجب للشعب الفلسطيني أدعو المجتمع الدولي والأحرار في كل أنحاء العالم إلى الانحياز للحقيقة والحق دي كانت تصريحات أحمر التنطاوي المرشح الرئاسي المصري عن عملية طوفان الأقصى الأقصى